خلينا ننتقل من إلى عروس البحر المتوسط ومدينة الأسكندرية حيث نتابع أيضا غلق شواطئ وحضائق محافظة الأسكندرية في عيد الفطرة المبارك ونتابع تفاصيل ذلك مع مرسل إكسترونيوز الزميل إبراهيم عزة إبراهيم أرحبك شكرا جزيلا لك نانسي وأهلا بكم مشاهدين الكرام من عروس البحر المتوسط بمحافظة الأسكندرية هذه المحافظة التي سادها الهدوء في أولى أيام عيد الفطرة المبارك ربما سنستعرض مع حضراتكم أهم ما شهدته هذه المحافظة من أحداث لهذا اليوم في أولى أيام عيد الفطرة هكذا كما ذكرنا فيه صبيحة هذا اليوم افترش المصلون الساحات القبرى من المساجد القبرى بنتحدث على مسجد القائد إبراهيم والمرسي أبو العباس افترشوا الساحات القبرى بإجراءات احترازية كتباعد وارتداء الكمامات وإحضار كل مصلي المصلية الخاصة به هكذا كما صرحت وزارة الأوقاف وشددت على هذه الإجراءات كي تشهد المساجد القبرى في المحافظات صلاة العيد أما أيضا عن الاحتفالات واعتادت هذه المحافظة عقب الانتهاء مباشرة من صلاة العيد يخرج المواطنون هنا السكندريون للاستمتاع بشواطئ الإسكندرية ولكن في هذا العيد أغلقت الشواطئ تماما تنفيذا لقرارات دولة الرئيس الدكتور مصطفى مدبولي هذه القرارات التي تهدف في المقام الأول لضمان صحة وسلامة المواطنين والحد من التجمعات والتكدسات ومن ثم الإصابة بكورونا نتحدث مشاهدين الكرام عن الشواطئ العامة والمتنزهات والملاهي وأيضا قاعات السينما التي أغلقت تماما أمام الجمهور ونستطيع أن أقول أن المواطن السكندري بالنسبة له هناك بالتأكيد تغيير في اسلوب وطبيعة الاحتفال بالعيد ولكن هناك التزام بالقرارات التي تم الإعلان عنها أيضا نتحدث عن قرارات أخرى بجانب غلق الحضائق والمتنزهات والشواطئ في الإسكندرية هكذا هذه محافظة من محافظات مصر السحلية التي اعتادت وكانت تستقبل في الماضي أعداد كبيرة من الأسر في شواطئها العامة ولكن في هذا العيد تحديدا تم الالتزام بهذه القرارات للحفاظ على سلامة المواطنين أيضا مشاهدين الكرام هناك منع لإقامة أي احتفالات خاصة بالعيد وما شبه أو فعاليات جماهرية خلال أيام العيد وكذلك هناك إغلاق للمطاعم والسينما والمصارح في التاسعة مساءً المطاعم فقط هناك خدمة التوصيل هذه الخدمة التي يعني يقدمها كل مالك وكل صاحب مطعم للمواطنين وذلك لتقليل التعامل والاحتكاك ما بين المواطنين وأيضا بعضهم البعض في هذه الإجازة التي حددتها الدولة بصورة عامة نستطيع أن نرصد وأن نقول أن الوضع هادئ تماما وأن أولى أيام عيد الفطر يعني في الإسكندرية ربما كان مختلف بعض الشيء عن الأعياد التي اعتادت عروس البحر المتوسط استقبالها خلال السنوات الماضية ولكن هناك تنفيذ من قبل المواطنين السكندريين وأيضا هناك التزام أيضا بهذه القرارات التي دعا إليها الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء كل عام وحضراتكم بكل خير والآن الكلمة تعود مرة أخرى إلى زميلتي نانسي بلوستوديو وكل عام وأنت ومشاهدين الكرام بكل خير يا نانسي إليك الكلمة وإلا بخير وألف سلامة يا إبراهيم أنا بشكرك شكرا جزيلا على كل هذه التفاصيل اشتركوا في القناة